كشفت جوجل التابعة لألفابيت عن ثالث إصدار من هاتفها الذكي بيكسل وجهاز مكبر الصوت الذكي جوجل هوم وعن أول جهاز كمبيوتر لوحي لها في الوقت الذي تبذل فيه الشركة جهودا لتعويض تأخرها على صعيد العتاد وتحول نظام تشغيل اندرويد الخاص بالشركة من منافس متأخر إلى العقل المشغل لمعظم أجهزة الهواتف الذكية في العالم وتمكنت جوجل من التفوق على أمازون في مبيعات بكبرات الصوت الذكية خلال الفصول الأخيرة